لا بد أن الكثير منكم يعرف أو يسمع بفاكهة التين أو التوت البري ولكن لا تعرفون كيف هي بذورها وكيفية زراعتها الطريقة هي أسهل ما يكون ويمكن لأي أحد أن يزرعها في المنزل وفي إصيص في هذا الفيديو هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله تابع الفيديو حتى النهاية لنتعرف على طريقة زراعة التوت البري من البذور وكيفية استخلاص البذور بعدما قمت بقطف هذه الثمار سأخذ منها حفنة لأريكم كيف نستخلص بذورها وكيف نقوم بزراعتها إذا كنت أول مرة تكتشف القناة أدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس ليسلك كل جديد ولا تنسى دعمنا بإعجاب تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد من هذا المحتوى الجميل بكل بساطة نقوم بإحضار إناء صغير يحتوي على الماء وحفنة من ثمار الفاكهة نقوم بمحقها أو سحقها بهذا الشكل نعمل نفس الشيء لجميع الثمار ثم نقوم بتحركها جيدا لفصل اللب عن البذور نحذر قماش وكأس فارغ نضع القماش فوق الكأس ثم نقوم بتفريغ محتوى الإناء داخل الكأس سأقوم بسحق الثمار مرة أخرى داخل القماش نعم سوف أمحقها جيدا لفصل البذور ثم أعيدها مرة أخرى إلى الماء لأفصل البذور نقوم بعصر القماش للتخلص من الماء الزائد ثم نقوم بفرشها بهذه الطريقة ونتركها تجف في مكان ظليل شاهدوا إلى البذور هذه هي بذور التوت البري أخبرني في تعليق كيف تسمون هذه الفاكهة وبعد يوم كامل جفت وأصبحت بهذا الشكل لا أنصح بتركها للشمس المباشرة يستحسن تركها في الظل الآن سأفركها بهذه الطريقة لأستخلص البذور هذه هي البذور كما تشاهدون سوف أقوم بزراعتها مباشرة في إصص بعدما الإصص بالطراب سوف أقوم بنثرها بشكل متساوي ثم أضيف حفنة من الطراب فوق البذور وأسقيها جيدا وأضعها في مكان ظلي أنا أنصحكم بالاحتفاظ بالبذور حتى بداية فصل الرابع نعم إذا سوف نقطف البذور في فصل الصيف ننتظر مرور الرابع والشتاء وفي بداية الرابع نقوم بزراعتها لضمان الإنبات الكبير لأنه وكما تعرفون كل أنواع البذور تقريبا تزرع في نهاية الشتاء وبداية الرابع أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبك إذا كان لديك أي استفسار أخبرني بذلك في التعليقات يشرفني أن أعرف من أي البلاد تتابعنا أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته